بخطوات ثابتة وإرادة قوية تخوض وزارة الصناعة الصيدلانية تحدياً لافتاً في صناعة الأدوية بعد تمكنها من تغطية 60% من احتياجاتها من الأدوية محلياً إذ تعتزم بداية من الشهر المقبل في إنتاج أدوية مضادة للسرطان لتخفيف عناء البحث عن الدواء وتخفيذ سعر الشراء كونها مستوردة ويصعب الحصول عليها مع أمل أن تكون بجودة جيدة ومطابقة للمعايير الدولية سيقلل من جهة من أسعار هذه الأدوية التي تعتبر باهضة لأن معظمها مستوردة لحد الآن ويستطلب تكنولوجيا جد دقيقة ومن جهة أخرى نتمنى أن يقلل من التذبذب الذي عرفته هذه الأدوية في الآوينة الأخيرة والذي تسبب في عراقيل كثيرة بالنسبة لعلاج الكثير من مرضى السرطان في الجزائر فيما يخص الجودة عدة مخابر هنا في الجزائر تصنع أدوية عديدة في مجالات مختلفة والجودة إلى حد الآن تعتبر جيدة نتمنى أن يكون ذلك بالنسبة لأدوية مرضى السرطان وأن تكون منطابقة للمعايير الدولية وعندنا الكفاءات الكافية لتحقيق ذلك ولإنجاح الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق الجزائرية وجب العمل بشراكة مع القطاع الخاص يمكن أيضا أن تكون هناك شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال تصنيع الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وكل هذا في صالح المرضى الإنتاج المحلي لأدوية السرطان خطوة لكبح الاستراد ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مع تخفيف معاناة المرضى وتسهيل مهمة الأطباء في العلاج